اشتركوا في القناة محمد عادل حكم المباراة واللي اثرت حالة من حالات الجدل الكبيرة جدا تصريحاته طبعا عن احتواء اللاعبين في مباراة قمة احنا يمكن بعد المطش علقنا هنا في السادسة وكلمنا وطلبنا الحقيقة وفي كل المناسبات مش بس بعد مطش الاهلي والزمالك يعني انا ما افتكرش مرة الحقيقة طلعنا حتى في الموسم الاخير اللي انا بعتبره يعني اسوأ موسم للتحكيم المصري من سنوات طويلة ما شفناش اخطاء فادحة ومتكررة ومؤثرة على عدالة المسابقة بالشكل اللي حصل الموسم اللي فات وتمنينا وتفقلنا خير جدا بتولي كابتن عصام عبدالفتاح رأسة لجنة الحكام الموسم ده وقلنا انه يمكن عاني الحكام شوية من استحداث تقنية الفار وانها ما قدمتش او ما قمتش بدورها بالشكل المناسب وتمنينا الموسم ده مع الحقيقة التقنية العالية اللي بتتنقل بيها مسابقة الدوري ومطشاط الدوري السندي انه يكون الفار عامل مساعد جدا على تطوير منظومة التحكيم في مصر لكن الحقيقة تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن زي ما بيقولوا الحقيقة يمكن الفيديو اللي انتشر على مواقع السوشال ميديا واللي طبعا انا اسف مش هنيقدر نعرضه لحضراتكم لان فيه للأسف شديد جدا الفاظ بزيئة جدا يعني نقب انها تدخل بيوت المصريين لكن طبعا انا متأكد انه خصوصا الناس المعنية والمتابعة قوي للرياضة والصفحات الرياضية في مصر شافت وسمعت بنفسها وده يمكن الشاط او الصورة اللي نقدر نعرضها لحضراتكم فيما يتعلق بركلة الجزاء التانية اللي احرز منها النادي الاهلي هدف الخامس في المباراة وتعليقات محمد ابو جبل حارس مرمة نادي زمالك واهانة او سب اشرف بن شرقي لحكم المباراة اللي مصر كلها سمعتها بودانها وقبل ما اقف مع تصريحات المسؤولين على الموضوع ده انا عايز اقف مع نقطة نظام الحقيقي نقطتين في غاية الاهمين واحنا دايما وانا كنت بقول لسه انه احنا حتى رغم الموسم سايق الا انه كل ما بتيجي سيرة التحكيم المصري هدفنا ايه في الاول والاخر يعني احنا ايه اللي عايزين نوصل له انا اتمنى انه في يوم الايام ما فيش حكم اجنبي يحكم مباراة بتحصل على ارض مصر واتمنى كمان واروح باهدافي واحلامي وطموحاتي لبعيد جدا انه سمعة التحكيم المصري على مستوى الاقليمي على الاقل وعلى المستوى العالمي من بعده تكون في احسن احواله وانه الحكم المصري يكون مصدر ثقة انه يتم استدعاءه لادارة المباراة الكبرى في المنطقة العربية وفي شمال افريقيا وفي بالتأكيد طبعا قارة افريقيا لما يتمتع به من عدالة ونزاه ده هدف محدش يختلف عليه